معنا الليلة من الرباط رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية دكتور طارق أتلاتي دكتور طارق أهلا بك معنا دائما في سكاينيوز عربية لو تحدثنا بداية دكتور عن أهمية هذا اللقاء اللي جمع اليوم ولعهد أبو ظبي والعاهل المغربي نظرا للمرحلة الحساسة التي تعيشها منطقتنا بل من أزمات وتحديات كبرى نعم أهلا وسهلا تحية لك ولمشاهدي قناة سكاينيوز عربية المحترم بطبيعة الحال لمحاولة الوقوف عند محددات العلاقات المغربية الإماراتية في ظل سياق متحول بسرعة هي جد فائقة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا ننسى بأن التوابط التاريخية للدولتين معا جعلتهم عبر محطات تاريخية مستمرة ومسترسلة إلى اليوم تصبحان وتتمكنان من الوصول إلى درجة أن أصبحت قوتين إقليميتين في ظل هذه المتحولات ولا شك أن هذه التوابط قوامها الأساسي هو ما يميز العلاقات البينية الإماراتية المغربية عن باقي العلاقات البينية لهذه الدول مع باقي دول أخرى ألا وهو الشق التاريخي بالموروط التقافي والذي يؤهل البلدين إلى إرصاء معالم كل التطورات الإيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية الدبلوماسية ولكن الشق الأساسي اليوم في ظل المتغير الدولي الذي تحددت عنه وهو الاتفاق الكامل والشامل والتام بين الدولتين على تطوير علاقاتهما فيما يرتبط بالأمن القومي ليس فقط للبلدين معا ولكن للمنطقة العربية برمتها بمعنى على مستوى المحيط والخليج بهتين الأداتين ألامهما الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية لا شك ونحن نتحدث عن هذه العلاقات نفتح القوس لنقول بأنه لا يمكن أن تكون هذه العلاقات دائما شهر عسل بل هناك من يرمي إلى إدخال نوع من التشويش في بعض القضايا ولكن دائما الدولتين بحكمة وتبصر رؤساء دولها ملوكها يستطيعون دائما القفز على هذه الكبوات وتستمر هذه العلاقة في إطار التطور الإيجابي والذي تفتقده دول أخرى وهنا هذا التطور الإيجابي هو مؤسس له تاريخيا بين البلدين في العمق الاستراتيجي والذي أهلهم اليوم لكي يصبحان دولتين على مستوى الجيوستراتيجي تتحكمان في المتنفسات على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتصدي لكل المؤامرات التي تحيط بالبلدين وهنا أفتح قوس بسيط تفضل على مستوى الوحدة الترابية للمملكة المغربية موقف الإمارات العربية المتحدة دائما تابت على مستوى المنظومة الدولية وخاصة على مستوى الأمم المتحدة فيما يرتبط بنفس الموضوع على مستوى جزر طنب الصغرى والكبرى للإمارات العربية المتحدة المملكة المغربية دائما تعبر عن تضامنها الكامل والشامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ولو مهما كانت الظروف ومهما كانت السحب والغمامات في فصل الصيف بمعنى أن هناك توابط راصخة تؤهل هذين البلدين إلى تخطي كل الصعاب خاصة في هذا الصياق الدولي الذي يحط على الإقليم ولا ننسى بأن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط اليوم هي مرتكز هذا التحول الدولي والذي يحط بكل تقله وبالرغم من ذلك لاحظنا بأن حكمة وتبصر رؤساء زعماء هذه الدول يجعلها تخرج إلى بر الأمان وفي ذلك بطبيعة الحال إنعكاس إيجابي لشعوب البلدين ومعهما شعوب المنطقة دكتور طارق بما أنك تحدثت عن هذه النقاط المهمة عن العلاقات التي تربط البلدين علاقات حيوية متجددة تسير دائما بشكل ثابت نحو التطور إلى أي مدى يجب أن يستفد برأيك من هذا اللقاء كنموذج للأخوية في عالم يعيش صراعات أليمة حاليا نعم مرة أخرى أعود لأقول بأنه معك حق لا شك بأنه في ظل هذه المتغيرات للأسف السلبية دوليا والتي تحط على المنطقة يخرج النموذج الإماراتي المغربي ليعطي درسا في النموذج الأخوي للعلاقات المغربية الإماراتية والتي تقول للعالم أجمع وللفرقاء الآخرين الذين بطبيعة الحال تجمعهم المصالح الضيقة تقول لهم بأن النموذج المغربي الإماراتي هو نموذج حيوي ويعطي الصورة والانطباع الكامل على أن التشويش لا مكان له في هذه العلاقات بل هناك الحكمة والتبصر وهو ما سبق أن أشار إليه جلالة الملك فيه سواء في زيارته للإمارات أو زيارة ولي العهد محمد بن زيد إلى المملكة المغربية لإعطاء قوة ودفع لتلك التوابط شكرا جزيلا لضيفنا من الرباط رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات لستراتيجية دكتور طارق الثلاثي ترجمة نانسي قنقر